اهلا وسهلا فيكم عزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست هدف معي أنا يزيد العقيل يسعدني في هذه الحلقة استضافة المرشدة المهني لأستاذة الجوهراء المهيدب رح نتكلم اليوم عن العلاقات المهنية وأهمية تكوين العلاقات المهنية رح نتكلم اليوم عن شقين تتعلق بالعلاقات المهنية الشق الأول يتعلق بالموظفين وأيضا بالطلاب طيب بداية سيدة جوهراء اسمحيني أرحب فيك في حلقة بودكاست هدف لهذا اليوم حياك الله أخوي يزيد ويسعدني صراحة أني أكون ضيف في هذه الحلقة للحديث عن العلاقات المهنية وبإذن الله أني رح أشارككم بعض الأفكار في كيفية بناء العلاقات المهنية في بيئة العمل وكيف يكون تأثيرها إيجابي في مسارتنا المهنية طيب سيدة جوهراء خلينا نبدأ حلقتنا اليوم بسؤال وش نعني بالعلاقات المهنية؟ كتعرف مصطلح العلاقات المهنية طبعا هي تواصل بين أفراد ومجموعات في سياق العمل مثل زملاء العمل رؤسائك المشرفين مثلا بعض القروبات اللي يكون هدفها مشترك في المجال المهني واللي من خلالها نتبادل الخبرات أو المعلومات أو المهارات وهذه المهارات بإذن الله تسهل في تحقيق النجاح والارتقاء بإذن الله في المجال المهني سيدة جوهراء لو نتكلم عن تكوين العلاقات المهنية في مجال العمل ودي تحدثينا عن أهمية أنه نكون هذه العلاقات وش راح تفيدني في مجال العمل؟ ممتاز طبعا في بيئة العمل علاقاتك المهنية مهمة بقدر مهاراتك ففيه دراسات كثيرة تشير إلى أن فرص العمل المكتسبة 70% منها عبر العلاقات المهنية بل أنه في شركات الآن لما تستقطب المدراء التنفيذيين تبني لهم خطة معرفية أو خطة مثلا حول مين يعرفون من الأشخاص كيف علاقاتهم المهنية لأنه هذه الأمور كلها راح تفيد الشركة في تحقيق مثلا إنجازات في التواصل الجيد مع الآخرين في الوصول إلى مثلا خبرات شراكات أي كانت فهذه الأمور كلها مبنية على أهمية العلاقات المهنية في مجال العمل طبعا إحنا طبيعتنا كبشر اجتماعيين فدائما نحتاج للصداقة نحتاج للتفاعل الإيجابي وكلما كانت علاقاتنا إيجابية كلما كان إنتاجيتنا أو سعادتنا أكثر وفيه طبعا استطلاع رأي أشارت إليها المنظمة قلب أن الأشخاص اللي عندهم علاقات في العمل دائما يكونون أكثر انخراط في وظائفهم بسبب مرات من الأشخاص اللي تكون علاقتهم ضعيفة طبعا هذا الأرقام أكيد تعكس أهمية العلاقات الشخصية في بيئة العمل أيضا من الأشياء اللي مهمة من ناحية العلاقات اللي هو الدعم النفسي فأنت كموظف ممكن أنك تمر بظرف معين فترة ضغط معينة فبالتالي تحتاج إلى الدعم من زملائك خلال هذه الفترة فهي تعزيز للتعاون والعمل الجماعي واللي بإذن الله راح يزيد من مسألة الابتكار والإبداع والجودة في أداء العمل طبعا أنا أتفق معك من ناحية ما ذكرتي واللي تعلق بالنتائج الدراسة لجمعيتها قلب أن الشخص اللي عنده علاقات مهنية دائما ما يكون عنده حتى ارتباط أستاذ الجوهرة بمكان عمله وغالبا ما يكون علاقاته رائعة مع الوحيدات التنظيمية في المكان اللي يعمل فيه وبالتالي بينجح بشكل أفضل من الشخص اللي ما كون علاقات مهنية داخل مقر عمله أنا أتكلم عن العلاقات المهنية وأنه هل ممكن أنها تأثر على التقدم الوظيفي؟ أنا الآن في مكان معين هل لما أنا أكون علاقات مهنية هل ممكن أنه أنا أتقدم وظيفيا وأكون في منصب أفضل؟ طبعا العلاقات المهنية أكيد راح تفتح لك أبواب وفرص عديدة للتقدم الوظيفي لكنها أنا صراحة أجد أنه فيها مسؤولية على الفرد مسؤولية كاملة فمهم أنك أنت تبدأ من ذاتك لابد أنك تفهم إيش مهاراتك إيش نقاط القوة اللي عندك إيش المميزات اللي أنت تتميز فيها في أدائك مثلا للعمل أو في مهارة معينة كمان لابد أنك تعرف إيش الفرص اللي تقابل هذه النقاط لما تعرف نقاط قوتك وتعرف إيش الفرص اللي تقابلها أنت بتقدر هنا تقتنصها برضو لابد أنك تعرف إيش نقاط الضعف اللي أنت تمتلكها فمعرفتك لنقاط الضعف بإذن الله راح يخليك تضع حلول لتفادي ضررها في حال مواجهتها أيضا من الأشياء اللي ممكن أنها تساعدك في معرفة إيش الأمور اللي تميزك اللي هي الأدوات اللي ممكن تعطيك معرفة لنمطك السلوكي أو تفضلتك الشخصية مثل مقياس بيركمان وصراحة أنا أنصح بهذه المقاييس حتى تعرف إيش الأمور اللي أنت تميز فيها أيضا تأثير العلاقات المهنية أنك أحيانا تكون في منطقة الراحة ومنطقة الراحة يزيد نحن نقصد فيها أن الموظف أحيانا ممكن يكون على مسمى وظيفه معين له مرتب معين مبسوط في هذا المرتب عيشة عيشة كويسة فما يكون أحيانا عنده الاستعداد أنه يتعلم أشياء جديدة أو يتطور إلى أمور مثلا أو يترقى عفوا إلى مسميات أفضل أو أحيانا يكون عنده تخوف من مثلا الدخول إلى مجتمعات جديدة فالعلاقات المهنية أحيانا ممكن تساعدك في مواجهة هذه المخاوف تشجيع زملائك لك أحيانا ذكرهم لنقاط القوة اللي أنت تمتلكها المهارات اللي أنت تتميز فيها نقدهم البناء على مثلا أدائك في العمل أو طريقتك في العمل هذه كلها ممكن تسهل عليك مواجهتك للمخاوف أو حتى تقديمك لجهات أخرى أو مسميات وظيفية أفضل طيب اللي سمعنا الآن يقول كلامكم جميل وأنا صراحة مقتنع بموضوع العلاقات المهنية وأهميتها طيب أنا الآن كيف أبدأ أبني علاقات إيجابية مع زملائي في مكان العمل طيب أول شيء أنت لازم تحط في بالك أنه مجال العمل عموما بتواجه أشخاص مختلفين فكريا بشكل كبير عنك ممكن تواجه أشخاص أحيانا يعارضون مثلا آرائك ممكن ما يكون مثلا احترافي في العمل أو ما يكون مهني في طريقة نقدة فلما تواجه أو لما تحط في بالك أنك بتواجه هذول الأشخاص راح تعرف تتعامل معهم ولما تتعامل معهم بيساعد بإذن الله في استمرارية هذه العلاقات وإحنا دائما نربح إلى أنه بناء العلاقات أو مثلا متى أنا أبني علاقة المهنية أبداها من المرحلة الجامعية شارك مثلا بالأنشطة الطلابية شارك مثلا الأندية لبعض التخصصات ممكن تدخل في مثلا المجالات الوظيفية العابرة ممكن مثلا الأعمال التطوعية هذه كلها راح تساعدك في أنك تبني علاقات مهنية بتخدمك في المرحلة الجامعية وكمان بتخدمك لما تكون موظف أيضا من الأشياء اللي ممكن أن تساعدني في بناء العلاقات حضوري للمؤتمرات لما تحضر مؤتمرات مهنية لابد أني أنا أقدم نفسي بصورة جيدة اذكر نقاط قوتك طريقة عرضك لمهاراتك يعني إحنا دائما نواجه مثلا الطلاب في المعارضة الوظيفية يجي طريقة مثلا عرضة أو طريقة مثلا حديثة مع مسؤول التوظيف السلام عليكم عندك وظيفة عندكم وظيفة أو كيف أقدر أقدم عليكم بهذا الطريقة فما يتميز أبدا بطريقة مثلا عرضة أو طريقة مثلا إبرازة لنفسه فما من المهم جدا أنك أنت لما تقدم نفسك لجهة العمل تقدمها بطريقة احترافية السلام عليكم معاك فلان فلاني أنا خريج كذا كذا مهتم بالمهارة فلانية والمهارة فلانية وأعرف أنه جهتكم تهتم بكذا وكذا حاب أعرف مثلا آلية التقديم على جهة عملكم أو مثلا آلية التقديم على أو آلية استقطابكم للموظفين هذه الطريقة كلها حتى وإن كانت يعني بسيطة أحيانا تكون مؤثرة في بناء العلاقات فمسؤول التوظيف ممكن أن يأخذ رقمك يتواصل معك أحيانا أنت تقديمك لمثلا بعض المهارات اللي عندك أو المبادرات ممكن أنها تخدمك أنه أنا أمتلك المهارة فلانية وهذه المهارة ممكن أنها تخدمكم إذا حابين مثلا أقدم لكم أشياء فلاني هذه كلها بتساعد في بناء العلاقات بطريقة جدا مميزة كمان مشاركة الأفكار فأنت لما تتقدم لجهة معينة أو لزميل معين أو حاب تبني علاقة مع مثلا مدير معين لابد أن يكون فيه شيء مشترك بينك وبينه لا تقدمها بطريقة عشوائية أو مثلا في أمور ما يكون مهتم فيها بشكل كبير فمشاركة المواضيع لابد أنها تكون هدفها واحد وتعرف مثال بسيط لمؤسسي جوجل هم شخصين كانوا ما يحبون بعض بشكل كبير لكن جمعتهم مشتركة أو شيء مشترك فبالتالي أسسوا لنا جوجل وهذه صراحة يعني تعتبر نقطة جيدة تخليني أنا أهتم في أني أعرف إيش الأشياء اللي أنا أمتلكها واللي رح تخدم مثلا جهة العمل أو زملائي في العمل فلابد أني أنا أكون مبادر وأشارك الأفكار بما يتناسب مع المجال المهني أكلم رائع أستاذ الجوهرة فيما يتعلق بأنه أنا كيف أكون علاقة جيدة مع زملائي في العمل ويمكن طب البعض يقول يعني أنا بأخذها بي أو من زاوية أخرى أنه أنا كيف أكون علاقة جيدة مع رؤسائي من كالعمل ممتاز طيب قبل بس ما أجاوب على العلاقات مع الرؤساء حاب أنوه على نقطة مهمة في مسألة العلاقات المهنية مع زملائي في العمل مهم جدا أنه برضو أنا أحرص على التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا المواقع اللي تهتم بالمجال المهني ودائما أحاول أني أكون فعال في هذه المواقع أتواصل مثلا مع مسؤولي التوظيف أحاول دائما أني أدخل مع الأشخاص المؤثرين في نفس المجال اللي أنا أعمل فيه أضيف مشاركات مهنية أضيف تعليقات تكون احترافية ودائما يعني تساعدني في إبراز اسمي في هذا المجال لأن أحيانا دخولي لهذه القروبات أو هذه المواقع أو مثلا طريقة طرحي ممكن أنها تعطيني فرصة للحصول على وظائف فأنا لما أشوف أنك طرحك مميز أو مشاركاتك مميزة طريقة مثلا حلولك لبعض الاشكاليات اللي احنا نطرحها بالقروبات تكون ممتازة هذه ممكن يعني تعطيني خلفية عنك وعن المهارات اللي أنت تمتلكها فبالتالي أنا ممكن أطرحها لك إما وظيفة معينة أو دخولك في مشروع معين أو استشارات أو غيرها طيب على مستوى العلاقات المهنية أيضا في بيئات العمل أوقات سدر جوهرة يكون يعني بعض بيئات العمل فيها خلافات فيها استراعات فأنا كيف أتعامل مع بيئة العمل في هذه الحالة من ناحية تكوين العلاقات المهنية فيما يتعلق بسؤالك عن العلاقات الجيدة مع المشرفين طبعا أهم شيء أنه أنت تظهر الاحترام والتقدير لجهودهم ونجاحاتهم لابد أنك كمان تحترم صلاحياتهم في القرارات اللي تصدر منهم حتى لو كنت أنت معترض على مثلا قرار أو عندك مثلا وجهة نظر معينة اعتراضك لابد أن يكون بطريقة احترافية فلا يكون مثلا اعتراضك أمام الزملاء أو أمام مثلا مدير مديرك هذه كلها تعتبر يعني ما هي جيدة وما هي احترافية فالأفضل أو حينها مثلا تكون انفعالي في طريقة مثلا طرحك أو ممكن تاخذك العاطفة فهذه الأمور لابد أن نركز عليها طريقة اعتراضك لابد أنها تكون بينك وبين مديرك بدون حور أحد معاكم إذا تقبل وقتنع بوجهة نظرك الحمد لله يعني تعتبر هذه نقطة جيدة لك لكن إذا ما تقبل هذا الموضوع وأصر على رأيه لابد أنك تدعم القرارات المتخذة منه أيضا من الأشياء اللي ممكن نتساعد في بناء العلاقات مع المرؤوسين أو المدراء اللي هي الاستشارة فأنت لما تستشير مديرك في بعض الأمور هذا يعطي انطباع أنك أنت واثق من الأراء اللي هو يعطيك إياها وهذه تعزز العلاقة بينك وبين المدير كمان لو كان في مثلا إشكاليات معينة من الجيد أنك تطرح هذه الإشكالية وكمان تطرح معها حلول فهذه تعطي انطباع جيد عنك وكمان راح تعزز ثقة مديرك فيك طيب السادة الجوهرة الآن بعد ما سمعنا هالكلام الجميل عن تكوين علاقات المهنية بمقرر العمل خنكون شوي صريحين بعض بيئات العمل قد يكون فيها صراعات خلافات أنا كيف يعني أتصرف في هذه الحالة أو كيف أتعامل مع يعني بيئة العمل والعلاقات المهنية اللي حاول أكونها بيئة العمل وهي بهذا الوضع طبعا بيئة العمل زي ما ذكرنا سابقا أنه أنت بتواجه أشخاص مختلفين عنك وحط في بارك دائما أنه الخلافات أو الصراعات ما تبنيها يعني على مبنى شخصي لا أبنىها على مسألة أنها هي في مجال العمل فمهم جدا أنك أنت تحدد المشكلة تفهم جذور الخلاف يعني تحاول أنك تجمع المعلومات عن هذه الإشكالية تتواصل مع جميع الأطراف اللي متعلقين بهذه المشكلة تواصل معهم تواصل مباشر تكلم معهم بطريقة هادية يعني أحيانا بعض المصطلحات اللوم أو يعني المصطلحات اللي ممكنها تكون خلينا نقول تهامية أكثر هذه المفترضة أني أنا أبتعد عنها حاول دائما أنك تكون مستمع جيد للأشخاص اللي حوالك أقترح حلول لا تحاول تعطي حل كفرض بالعكس أقترح حلول وأسمع منها طيب أش رأيك بهذا الحل هذا تشوف أنه مناسب أو لا هذه كلها رح تعطي يعني انطباع جيد عنك ورح تحدد فيها نقاط اللي أنتم تتفقون عليها فبالتالي تخف الإشكالية إذا لازم الأمر طبعا أكيد تتوجه للإدارة وتحاول أنك تحل هذا النزاع بطريقة احترافية طيب نختم لقائنا اليوم بسؤالي تعلق بالتحديات يعني لو قلنا أش التحديات الشائعة اللي ممكن تواجهنا في بناء علاقات مهنية قوية طيب ممكن من التحديات اللي احنا نواجهها اختلاف الشخصيات بعض الأشخاص ممكن يكون شوي مثلا متزمت لرأيه أو عنده مثلا للأسف نظرة علوه شوي ممكنها تبعد الأشخاص اللي حالة عنها أحيانا ممكن تكون ضغوط الزمنية كضغط العمل فيسبب لك يعني إشكالية في أنك تكون علاقات مع الأشخاص اللي حالك ممكن مثلا التنافسية السلبية خلينا نقول بين الزملاء هذه برضو من الأشياء اللي تعوق التعاون وتأثر على العلاقات المهنية اختلاف الأهداف مهم جدا لما أنا أكون في بيئة عمل أن يكون هدفنا واضح هدفنا واحد فبالتالي تكون مصلحتنا وحدة أما إذا اختلفت الأهداف راح يكون فيه تضارف المصالح فممكن يؤدي إلى ضعف في العلاقات المهنية طيب كل شكر لك سادة الجهرة المهيد بعلية تواجدك مع اليوم في حلقة بودكاست هدف اللي تحدثنا فيها عن العلاقات المهنية يعطيك العافية وإذا حاب تقولين كلمة أخيرة الله يعطيكم العافية وأنا أشكرك صراحة وأشكر فريق بودكاست على هذه الاستضافة الرائعة وأمل بإذن الله أنكم وجدتم في هذا الحوار المعلومات مفيدة تلهمكم لتطوير علاقاتكم في العمل شكرا لك سادة الجهرة وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن استماعكم الحلقة هذه كانت ختام موسم بودكاست هدف نلتقي بكم بإذن الله في موسم قادم وبحلة جديدة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم